شهدت شوارع كيان الاحتلال منذ الأمس الاثنين حالة من الفوضى العارمة عقب اقتحام مئات المستوطنين إلى جانب نواب الكنيسة المضطرفين قاعدتين سيدي تيمان وبيت ليد جنوب ووسط فلسطين المحتلة للاحتجاج على توقيف تسعة جنود متهمين بارتكاب جرائم جنسية جماعية بحق أسين فلسطيني من غزة بمعسكر سيدي تيمان تجرى يدلل على مدى انفلات اليمين الفاشي الذي لا يضع أي حدود لسلوكه وتصرفاته ويمجد العنف ويدعو العنف ويمارس العنف وهم يمارسون ذلك على امتداد السنوات الماضية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال الجرائم يعني حوالي 20 شهيد سقطوا برصاص المستوطنين وحين يحاكم أي مستوطن قتل فلسطينيا يتعامل معه هؤلاء وكأنه بطل قومي ويعدون له الاستقبالات ويطالبون بمكافأته وتشجيعه ولذلك ما جرى بالأمس يعني هو تتويج لهذا النهج المنفلة الفاشي لليمين المتطرف من جهة وأيضا كشف للفضائع التي ترتكب ضد الفلسطينيين جيش الاحتلال أعلن عن تعزيز قواته باستدعاء كتيبتين من الضفة الغربية إلى محيط قاعدة بيت لت خشية من اقتحامها مجددا من قبل المستوطنين وقد دعا وزير جيش الاحتلال يؤف جلانت الشرطة إلى محاسبة أعضاء الكنيسة المتطرفين الذين شاركوا باقتحام المعسكر فيما اكتفى رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو بإدانة الحادثة دون اتخاذ موقف جاد يدعم طالبات اليسار أو يطلب اليمين المتطرف إلى أين يتجه ذلك الآن الإسرائيليون يخشون من المسألتين أولا تبعات ذلك في المحاكم الجنائية الدولية وثانيا أن من يكون عنيفا وقاسيا ومتوحشا ضد الآخر الفلسطيني يمكن أن يكون متوحشا وقاسيا وعنيفا ضد من يختلف معه في الرأي من أبناء جلدته يؤكد المحللون أن كيان الاحتلال لا يأبه بحقوق الفلسطينيين ولا بما تمليه القوانين الدولية إنما ونتيجة التسريبات المتواصلة لفضاعة الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين تحاول حكومة الاحتلال حماية نفسها وحماية المؤسسة العسكرية من المساءلة الدولية من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا